يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كلها كم ساعة يلتقي النادي الأهلي فريق اتحاد جدة في كأس العالم للأندية مواجهة كبيرة للنادي الأهلي مواجهة كبيرة للفريق الاتحاد السعودي بالتأكيد مواجهة كبيرة مواجهة عربية كلاسيكية نستمتع بيها ونفخر بيها في بطولة عالمية ده الأصل في الموضوع الأصل إن الأهلي إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب له الفوز ويكتب له الانتصار والاتحاد منافس رائع ومنافس كبير ومنافس مشرف جدا للكرة السعودية والكرة العربية وبالتأكيد بما إنه في كأس العالم للأندية فالكرة العالمية أيضا تتشرف به بس فيه نقطة مهمة جدا الساعات اللي فاتت الكل يبالغ جدا جدا في قوة الاتحاد عشان أبقى راجل موضوعي الاتحاد رائع الاتحاد عنده نجوم رائع الاتحاد بأسماء لعبي العالميين العالميين أكيد فريق رائع مفيش خلاف مفيش خلاف على ده على مستوى الأفراد أكيد الاتحاد أفضل من الأهلي يعني مثلا مثلا نقوله كانتي فابينيو كريم بنزيمة مش حط اسم قدام اسم تمام أنا مستوى الأفراد دي أسماء عالمية دي أسماء كان عندها احتكاكات كبيرة في أقوى الدوريات والفرق العالمية عندك ريال مدريد وعندك شيلسي وعندك ليفربول وعندك أسماء تجنن تجنن صح كده الحكاية بس والنقطة اللي محدش مذاكرها كويس أو بعض الناس مش مذاكرينها كويس ده النادي الأهلي وأنا دلوقتي اللي هقوله ده مش شعارات ولا كلام عريض وخلاص ويقولك كلمتين وعمل بيهم وخلاص مش الحكاية كده ده النادي الأهلي ده النادي الأهلي الأهلي يعني إيه؟ الأهلي يعني التاريخ يعني الترابط يعني الفريق كم مرة تسمع الجملة اللي هقوله لك دي عشان بس أقولك كلام بتسمعه كل شوية ما تحسش إن أنا ببالغ يعني كم مرة بتسمع جملة إنه الأهلي فريق مش أفراد سمعتها يا كم مرة في التاريخ أظن من ساعة ما تبعت كورة في مصر أنت بتسمع الجملة دي دايما الأهلي مستو أت دائمة إنه فريق مش أفراد فاحنا رهننا على فريق النادي الأهلي بإسمه وتاريخه وانسجامه ومنظومته درهننا إن شاء الله في هذه المواجهة إحنا ما بنلعبش لعبة فردية عشان بس نتكلم على أفراد لا هي لعبة جماعية والنادي الأهلي في هذه الفترة حتى في أقل مستوى عاشوا النادي الأهلي خلال عام هو اللي بيعيشوا دلوقتي النادي الأهلي حتى في الوقت ده النادي الأهلي كفريق أفضل هتقول لي لأ أنت برضو بتقفر هقولك الاتحاد بيمر مر مرحلة صعبة جدا في الدولة الاتحاد عنده مشاكل في الدفاع الاتحاد عنده صغارات كبيرة جدا في التحولات من الهجومية للدفاعية يعني يهاجم كويس قوي بس يجي يتراجع لعابيل الدفاع ما بتراجعوش تقريبا عنده غيابات هقولك هقولك من الآخر يعني ليه الاتحاد مش باع باع